اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة محب غال ومبغض قال هلك في رجلان هناك رجلان قد هلك في امير المؤمن عليه السلام يعني كأنما في علاقتهم معه أو في تعاملهم معه من هما الأول المحب الذي يغالي بإعطاء الصفات والملكات مثلا إلى أمير المؤمن عليه السلام محب مغالي مغالي يعني يتجاوز الحد ومبغض هذا الثاني قال قال يعني قالي هو أصله قالي قالي القالي هو المبغض الذي يكون شديد البغض هذا يسمى بالقالي فهلك في رجلان محب غال ومبغض قال طبعا نحن لعله أحيانا نركز على الثاني وهو المبغض بينما الواقع أننا كشيعة بالنتيجة كمحبين لأهل البيت عليه السلام لا يمكن يعني عادتين لا يمكن أن ندخل في الثاني يعني من النادر أن تأجد شخصا شيئين ماذا يبغض وأمير من عليه السلام أصلا يخرج من التشيع بالنتيجة لكن المشكلة هي في الأول لابد أن نلاحظ أننا لا نغالي بأهل البيت عليه السلام البعض لعله يعطي صفات لأهل البيت عليه السلام هم أنفسهم لم يقولوا بها وترون أن أمير المعنى السلام في بعض الروايات يعني تعامل مع هؤلاء بتعامل شديد بعضهم أحرقهم الذين قالوا لعله بإلوهيته فينبغي أنه الإنسان المؤمن يتجنب الإفراط في كل شيء حتى في هذه الأمور وإذا لاحظتم الروايات الواردة عن أهل البيت عليه السلام في ذم هؤلاء الذين يغلون بهم وتكفيرهم ولعنهم يعني ترون أنه العبائر فيهم يعني شديدة شديدة جدا فينبغي أنه الإنسان لا يغالي بهذه الأمور ولا ينسب إلى أهل البيت عليه السلام ما لا يرضون هم بنسبته إليهم طبعا البعض يتمسك بهذه العبارة بهذه الرواية أنه نزهون عن الربوبية وقولوا فينا ما تشاءون حتى هذه الرواية إذا سلمنا بصحتها وصحة سندها وما لا ذلك بالنتيجة بعض الأمور لعلها لا يظهر منها أنها ربوبية أو ألوهية لكن مع ذلك يلزم منها لوازم فاسدة لا يمكن أن ننسبها إلى أهل البيت عليه السلام على كل الكلام في هذا طويل أن الرواية يعني خرجت لي بالصدفة قال المقام الأول التصورات قبل الدخول في هذا المبحث أنبه على أمرين مهمين الأمر الأول يتعلق بالتطبيقات التي نذكرها بعد كل مبحث هذه التطبيقات إذا أراد الطالب أن يستفيد منها فلا يكتفي بمجرد قراءتها فقط وإنما كل مثال يقرأه في هذه التطبيقات يحاول أن يطبق عليه ما درسه في المباحث السابقة مثلاً على أن نرجع إلى أول تطبيق ما هو المثال الأول كان تصور غلام زيد أتصور هذا الغلام زيد العلم بغلام زيد هنا ماذا؟ هذا تصور أو تصديق هو مباشرة في التطبيقات قال تصور لكن أنا لا أكتفي بذلك ماذا أفعل؟ أرجع أرجع إلى التصور أرى تعريف التصور ينطبق على غلام زيد أو لا ينطبق أنظر ما هو تعريف التصور التصور إدراك علم ماذا؟ لا يستلزم إذعان هذا أطبقه على العلم بغلام زيد أقول أنا إذا علمت بغلام زيد فهنا لا يوجد إذعان إذن فهذا تصور أذهب إلى التصديق أذهب إلى التصديق إما أن يكون اللفظ مفرد أو مركبة هو مباشرة قال المصنف قال هذا مثال للتصديق لكن لا أكتفي بما يقوله المصنف لعله المصنف مخطئ لعله مخطئ فأرجع إلى ماذا؟ إلى تعريف التصديق لأرى أن هذا التعريف ينطبق على هذا اللفظ أو لا وهكذا في التصور الضروري التصور النظري إلى آخره فلا أكتفي بمجرد القراءة وإذا استطعت أن أأتي بأمثلة أخرى من عندي وأطبق عليها تلك التعريف فهذا بعد أفضل نعم هذا التنبيه الأول التنبيه الثاني يتعلق بالتلخيص الذي نذكره في آخر كل مبحث إن شاء الله في آخر كل مبحث تجدون تلخيصاً يضم المبحث كله لكن باختصار بعبارة موجزة هذا التلخيص إن أمكن حفظه فخير على خير وإن لم يمكن حفظه فلا أقل من أنه يكرر أدة مرات ويراجع بين فترة وأخرى يعني نحن انتهينا من المقدمة كرر هذه الخلاصة أكثر من مرة طبعاً المقدمة أيضاً كلها تكررها أكثر من مرة هذا ضروري لكن هذا بالنتيجة قصير كلام قصير جداً أقل من صفحة يكرر أدة مرات انتهينا من مبحث الألفاظ مثلاً الذي سوف يأتي إن شاء الله ارجع إلى هذا المتن إلى هذه الموجز إلى هذه الخلاصة وحاول أن تكررها أكثر من مرة شيئاً فشيئاً عندما تكرر وتكرر وتكرر ترى أن هذه المعلومات صارت حاضرة في ذهنك بشكل واضح وستجد هذا نفع هذه الطريقة سوف تجدها إن شاء الله عندما تدرس المنطق تشعر أن المنطق الآن موجود في ذهنك لكن بصورة مختصرة هذا يعينك كثيراً على فهم كتاب المنطق وعلى فهم كتاب الحاشية إن شاء الله إذا أخذتم حاشية أو شمسية مثلاً أو ما إلى ذلك هذا ما أردنا أن ننبه عليه قبل الدخول في درس اليوم قال المقام الأول التصورات قلنا سابقاً الكتاب فيه مقدمة ومقامين أو مقامان المقدمة قد تبين أن البحث فيها كان عن تعريف المنطق وبيان الحاجة إليه وبيان موضوعه وهذا قد تقدمه تم والمقام الأول قلنا يبحث عن المعلوم التصوري الموصل إلى مجهول تصوري يبحث عن المعرف وهذا عبرنا عنه بالتصورات المقام الثاني يبحث عن التصديقات عن المعلوم التصديقي الموصل إلى مجهول تصديقي فقال المقام الأول التصورات والكلام فيه في أبواب ثلاثة أول المباحث الألفاظ ثاني المباحث الكلي ثالثاً المعرف وتلحق به القسم وسيتبين إن شاء الله شيئاً في شيئاً من مراد من هذه المباحث الثلاثة هذه المباحث إذا انتهت ينتهي ماذا الكلام في التصورات وندخل في المقام الثاني وهو التصديقات فعندنا ثلاثة مباحث المبحث الأول الباب الأول عفواً عندنا ثلاثة أبواب الباب الأول هو مباحث الألفاظ قال المنطقي لا شأن له بالألفاظ عادة عندما يدخلون في هذا المبحث ينبهون على هذه المسألة وهي لماذا نبحث عن الألفاظ المنطقي لماذا يبحث عن الألفاظ لماذا عقد باب كاملا يبحث فيه عن الألفاظ مع أن المنطقية لا شأن له بالألفاظ وإنما محل بحثه هو المعاني تقول لي شيخ نايم لماذا محل بحث المنطقي المعاني أقول لك ارجع قليلا إلى ما أخذناه في آخر درس ماذا أخذنا قلنا الموضوع موضوع علم المنطق هو المعرف والحجه المعرف والحجه جيد الآن أسألك ما هو المعرف ما هو المعرف تقول لي المعلوم ركز على هذه اللفظة المعلوم التصوري الموصل إلى مجهول تصوري ما هو الحجه المعلوم المعلوم التصديقي الموصل إلى مجهول تصديقي جيد مدام أن المعرف معلوم من المعلومات والحجه من المعلومات فلا شئل لها بالألفاظ أنا عندما أعرف الإنسان بأنه حيوان ناطق هل لفظ الحيوان الناطق هو التعريف أو معنى الحيوان الناطق هو التعريف لا معنى الحيوان الناطق هو التعريف يعني الآن لو جئنا برجل عربي ورجل فارسي ورجل مثلا كردي نفترض هذا نقول له عرف الحيوان الحيوان عرف الإنسان يقول حيوان ناطق الفارسي يقول كذا وكذا هذا ليس لي معرفة بالفارسيين الكردي يقول كذا وكذا فنرى أن العربي يعبر بلفظ الفارسي يعبر بلفظ آخر الكردي يعبر بلفظ آخر لكن التعريف هو واحد وهو الحيوان الناطق معنى الحيوانية الناطقية فالمعرف معنى من المعاني الحجة معنى من المعاني غاية الأمر أننا نعبر عن هذه المعاني بألفاظين هذه الألفاظ كانت عربية كانت غير عربية لا يؤثر أصلا علم المنطق ليس من العلوم العربية يعني لا يختص بالعلوم العربية طبعا أصل تأسيسي هو ليس عربيا لكن بغض النظر عن هذه الجهة هو ليس خاصا بعلوم العرب فنحن لا شأننا بالألفاظ كمنطقي المنطقي لا شأن له بالألفاظ إذن لماذا نبحث عن الألفاظ لماذا عقدنا بابا كاملا ماذا أسميناه بباب مباحث الألفاظ نقول ببساطة عندما يدخل الطالب في مباحث علم المنطق يجد أن علماء المنطق يعبرون بألفاظ بكلمات هو يجهل معناها مثلا يدخل في مباحث المعرف فيجد بعض العلماء أو الأساتذين أيضا الأستاذ نفس الكلام الأستاذ المؤلف يجد أنه الأستاذ يقول له لا يجوز التعريف بالمجاز لا يجوز التعريف بالمشترك الدلالات الالتزامية مهجورة في التعاريف هنا الطالب يصطدم يقول قال لي الأستاذ لا يجوز التعريف بالمشترك ما هو المشترك أنا لا أعرف المشترك أصلا ما هو حتى أعرف أنه لا يجوز التعريف به لا يجوز التعريف به ما هي الدلالة الالتزامية ما هو المجاز فنجد أن هناك ألفاظ يستعملها علماء المنطق أساتذة المنطق مؤلفو المنطق تتداول على ألسنتهم هذه إذا لم يفهمها الطالب ماذا ستكون الدراسة عليه ماذا صعبة فلأجل إعانة الطالب على الاستفادة من الأستاذ وكذلك إعانة الأستاذ على إفادة الطالب ماذا نذكر مبحث الألفاظ ليبين لنا معاني تلك الألفاظ ليبين لنا معاني تلك الألفاظ حتى تكون معينة لنا على تعلم هذا العلم وكذلك تعين الأستاذ على التعليم وهذا ما يعبرون عنه بأنها معينة على الإفادة والاستفادة هذا التعبير موجود عندهم يقولون تعين على الإفادة والاستفادة فتبين الآن لماذا نبحث ماذا عن الألفاظ نبحث عن الألفاظ لنفسر تلك الألفاظ التي يذكرها علماء المنطق عند بحوثهم المنطقية حتى يستفيد الطالب من تلك البحوث قال المنطقي لا شأن له بالألفاظ وإنما محل بحثه المعاني لأن المعرف والحجة الذان هما ماذا موضوع علم المنطق من المعاني للألفاظ تقول له أيها المصنف لماذا المعرف من المعاني لماذا الحجة من المعاني يقول لك ارجع إلى ما ذكرناه سابقا قال لأنهما معلوماني كما تبين لأنهما من المعلومات كما تبين في موضوع علم المنطق قال إلا أن هناك ألفاظ متداولة على ألسنة علماء المنطق لابد للطالب من معرفتها كي تعينه على الاستفادة في دراسته أو أفوا في دراسته هذا العلم كقولهم في بحث التعريف لا يجوز التعريف بالمشترك فلابد من معرفة ما هو المشترك كي يكون طريقا يعني كي يكون نعم كي يكون كي تكون المعرفة المفروض كي تكون طريقا لمعرفة هذا العلم أو هذا الحكم أنا أحول أغير هذه يكون أغيرها إلى تكون فلابد من معرفة ما هو المشترك كي تكون هذه المعرفة طريقا لمعرفة هذا الحكم وهو أنه لا يجوز التعريف بالمشترك قال ومن هنا تعارف بين المناطقة ذكر مبحث الألفاظ قبل مبحث المعرف والكلام في هذا الباب يقع في مبحثين أولا الدلالة ثانيا تقسيمات الألفاظ عندنا مبحثان إذا تم ما يتم بهما هذا الباب وهو باب مباحث الألفاظ المبحث الأول هو الدلالة الدلالة سوف يتكلم فيها المصنف في مطلبين المطلب الأول تعريف الدلالة والمطلب الثاني أقسام الدلالة ثم ينتهي الكلام عن الدلالة وندخل في المبحث الثاني وهو تقسيمات الألفاظ نعم قال أولا تعريف الدلالة إذا وجدت علاقة بين شيئين وكنت عالما بهذه العلاقة فإذا علمت بأحدهما انتقل ذهنك إلى الآخر بسبب العلاقة التي تربطهما قبل أن نبين عبارة المصنف لو رجع كل واحد مننا إلى نفسه ونظر أنه ما معنى الدلالة الدلالة واضحة في نفسه أو لا لعله كثير مننا يقول واضحة الدلالة نحن نستعملها في حياتنا كثيرا ما نسمع الخطباء يقولون هذه الآية تدل على كذا هذه الرواية تدل على كذا فعل الشخص الفلان يدل على كذا عمل الشخص الفلان يدل على كذا وهكذا نرى أن مفهوم الدلالة أمر واضح في ذهننا وهو أنه أرى شيء عندما أراه أعلم به ماذا ينتقل ذهني إلى شيء آخر هنا تحصل الدلالة أنا لماذا أقدم هذه المقدمة لماذا أركز على هذه الفكرة حتى إن شاء الله أنا ذكرت ذلك في الهامش أيضا سوف يأتي إن شاء الله تعريف الدلالة في علم المنطق في كتابي الشيخ المضفر بتعريف آخر غير الذي نذكره وذاك التعريف فيه شيء من الخفاء الذي أريد أن أقوله معنى الدلالة أمر واضح معنى الدلالة أمر واضح حس عبرنا عنه بتعبيرين عبرنا عنه بتعبير آخر لا يحب المهم أننا عندما نتأمل في معنى الدلالة في ذهننا نجده أمرا واضحا مجرد أني أعطيك مثالا أقول لك لفظ زيد لفظ زيد يدل على هذا الشخص الخارجي هنا حصلت الدلالة أنت فهمت ما المراد من الدلالة واضحة المسألة واضحة فلا تحتاج إلى تعقيد كبير لكن بالنتيجة نحن نريد أن نبينها بشكل منهجي بالنتيجة فهنا المصنف ماذا كيف بيّن الدلالة ركز على من البداية ركز على شيء مهم وهو كيف تحصل الدلالة كيف تحصل الدلالة فيقول أنت تجد شيئين هناك أو أفن أفن بعبارة أدق عندنا شيئان عندنا شيئان تربطهما علاقة تربطهما في الخارج علاقة وهذه العلاقة ماذا أنا عالم بها أنا عالم بهذه العلاقة مثاله مثل بالنار الدخان هناك علاقة بينه وبين النار هناك علاقة بين النار والدخان علاقة واضحية خارجية وأنا أعلم بهذه العلاقة أعلم بأن هناك علاقة بين النار والدخان فإذا وجدت علاقة خارجية وعلمت بهذه العلاقة فهنا متى ما علمت بأحد هذين الشيئين مباشرة ينتقل ذهني إلى الشيئ الآخر فالآن أنت إذا خرجت من بيتك ورأيت دخانا في منطقة مجاورة لك ماذا تقول مباشرة تقول هناك نار هناك نار رأيت نارا رأيت نارا في الشارع تقول هناك دخان هناك دخان فمتى ما علمت بأحد الشيئين الذين بينهما علاقة ينتقل ذهنك إلى شيء آخر هذا ما نسميه بالدلالة الدخان دلك على وجود النار علمت بالدخان فانتقل ذهنك إلى وجود النار فالدخان دال والنار مدلول وانتقال ذهنك من الدال إلى المدلول هذا نسميه ماذا نسميه بالدلالة وهكذا أمثلة كثيرة تمشي في الشارع فترى هناك علامة على الطريق دائرة وعليها خط تقول هذا الطريق مزدود مغلق كيف عرفت تقول هذه العلامة دلتني على أن الطريق مغلق تمشي في الشارع فتجد سهما إلى اليسار ومكتوب تحته ماذا طريق كربلاء فتقول طريق كربلاء على اليسار كيف علمت علمت من خلالي هذا السهم السهم دلني على طريق كربلاء وهكذا كثير ماذا من الأمثلة التي نعيشها في حياتنا وتحصل فيها ماذا دلالة قال إذا وجدت علاقة أرجو أن تركز على هذا الذي ذكره المصنف من البداية لأنه سوف ينفعنا إن شاء الله في تقسيم الدلالة إذا وجدت علاقة بين شيئين وكنت عالما بهذه العلاقة أما إذا لم توجد علاقة بين شيئين ولم تكن عالما بهذه العلاقة هنا لا تحصل دلالة إذا وجدت أولا إذا وجدت علاقة بين شيئين وثانيا كنت عالما بهذه العلاقة فإذا علمت بأحدهما انتقل ذهنك إلى الآخر لماذا ينتقل بسبب العلاقة التي تربطهما والتي تعلم بها هناك علاقة تربطهما وأنت تعلم بهذه العلاقة أو العبارة لها فيها شيء أنا الآن أغير العبارة عفوا بسبب علمك بالعلاقة التي بينهما الآن غيرت العبارة طبعا أنا كما قلت لكم سابقا لعله أحيانا أجد بعض العبارات تحتاج إلى تغيير كي تكون أسهل بالنتيجة فإن شاء الله أنتم يصلكم الكتاب النهائي بالنتيجة يعني لا تجدون هذه التغييرات نعم فنرجع نقول انتقل ذهنك إلى إلى الآخر بسبب علمك بالعلاقة التي بينهما كالعلاقة التي بين النار والدخان حيث تعلم أن الدخان لا يصدر إلا بوجود نار فإذا رأيت دخان انتقل ذهنك إلى وجود النار فأنت علمت بأحدهما انتقل ذهنك إلى وجود شيء آخر إذا وجود آخر وهذا ما نسميه بالدلالة فالدخان دلك على وجود النار فالدلالة هي انتقال الذهن من العلم بوجود شيء إلى العلم بوجود غيره انتقل ذهنك من العلم بوجود النار إلى العلم بوجود الدخان إلى العلم بوجود النار قال ففي المثال أنت لم تعلم بالنار أنت لم تعلم خرجت إلى الشارع ورأيت دخان لم تعلم بالنار بل علمت بالدخان فقط لكن لما كنت تعلم بالعلاقة بينهما وكانت العلاقة راسخة في ذهنك انتقل ذهنك من العلم بالدخان إلى العلم بالنار فهنا حصلت ماذا حصلت لك دلالة أقسام الدلالة إن شاء الله يأتي الواجبات التي نعطيها اليوم هي أمثلة حاولوا أن تأتوا بخمسة أمثلة من حياتكم اليومية أمثلة مختلفة من حياتكم اليومية فيها دلالة كثيرة أمثلة كثيرة جدا جدا كثيرة يعني الآن أنت فكر في بيتك تحت عائلتك فكر أن هناك أنت أمور تنظر إليها تعلم بها فينتقل ذهنك إلى العلم بشيء آخر فهنا ماذا مثلا ترى أن مثلا أحد الأفراد العائلة جاء دخل في أحد الأيام وكان عبوس فينتقل ذهنك إلى أنه ماذا إلى أنه قد تعرض إلى شيء في الشارع لا سمح الله وقد آلمه أزعجه فتقول وجه أخي مثلا تعابير وجه أخي دلتني على ماذا على أنه حزين مثلا أبعد الله إن شاء الله الحزن عن الجميع وصل الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين